اللي يشوفها ما يدهش 30 سنة ملامحها بريئة وشقوتها كلنا بنحبها من أيام البشاة الميز حياتها مليانة أسرار ومحطات كتير جواز وطلاء وصفر وأعلانات وتمثيل لحد ما بقت أشهر سنج الماظر في الوسط الفني أيوة غادة عادل أم العيال وصحبة التطلة الجميلة غادة عادل بتعمل أدوار كتير في حياتها الممثلة المعروفة الجميلة وأم الخمس عيال وبعد طلاقها من مجدي الهواري بتحاول تستعيد أيامها وجمالها من تاني وتعمل حياة مختلفة خاصة إنها انفصلت بعد أكتر من 20 سنة جواز لكن زيها زي أي ستة بعد الانفصال بتدور على كل محاولات وأسباب السعادة والحياة الجديدة اللي ممكن تعيشها بعد الانفصال لكن بعيد خالص عن الرجالة والارتباط مش هتصدق لو قلتلك إن شهور قليلة وغادة عادل تتم 50 سنة اللي دي الحلوة دي بقت امرأة خمسينية لكن بروح وقلبه جمال بنت عشرينية فعز شبابها يعني تقدر تقول دي أصغر وأجمل أم الخمس عيال ممكن تشوفها في حياتك طيب إزاي عندها 50 سنة ولسه شكلها شباب وصغير كده بعيدا عن الفيلر والبوتكس والحاجات اللي بيعملها كل النجمات دي لكن غادة عادل عندها عادات معينة هي لمخليها لسه محافظة على شبابها ورشقتها ولو ما تعرفهاش مش ممكن تصدق إنها عندها خمس أولاد أطول منها ما شاء الله يعني بتعمل إيه بقى الست غادة؟ قالت في لقاءات قبل كده إنها بتهتم جدا بالنوم بدري وما بتحبش تسار كتير وكمان بتعمل رياضة باستمرار علشان تحافظ على رشقتها وكمان ماشي على نظام صحي في الأكل بيساعدها إنها ما تتخنش وتفضل محافظة على وزنها اللي تقريبا زي ما هو من ساعة ما شفناها على الشاشة مش كده وبس روحة البال هو السر اللي قالته غادة عادل وام خليها متفقلة ومنطلقة في الحياة وعايشة بقلب طفلة وكمان علاقتها بولادها استثنائية جدا وبيتعاملوا كأصحاب مش أمه أو أولادها خاصة وإنهم كبروا وعدوا لعشرين سنة يعني شباب كبيرة وبنوا تعالى وش جواز قصة غادة عادل ومجدي الهواري معروفة لكل الناس من سنين طويلة خاصة وإن هو اللي كان سبب في شهرتها ودخولها الوسط الفني من التسعينات وعلاقتهم اتطورت وتجوزوا وخلفوا خمس عيال وربعات ووقتها كانت غادة عادل في العشرينات من عمرها وفجأة لقيت نفسها ست متجوزة ومعها قرطة عيال لكن على قلبها زي العسل هي ومجدي الهواري وكانت علاقة استثنائية طول الصنين اللي فاتت لحد ما فجأة من كم سنة قرروا الانفصال ويسهبوا بعض بكل ود واحترام والحد دلوقتي محدش يعرف سبب طلاقهم نهائي غادة عادل ومجدي الهواري احتفظوا بالأسباب لنفسهم ومحدش فيهم جاب سيرة الموضوع خالص بعد الطلاق وكل اللي غادة قالتوا انهم لما حاسوا ان الانفصال افضل ليهم ولولادهم اتفوا يسيبوا بعض بالتراضي لكن علاقتهم بقت احسن بكثير عن الاول وتحولت علاقة الحب والجواز لصداقة قوية جدا لدرجة ان الولاد حضروا فرح ابوهم مجدي الهواري اللي قرر يتجوز مرة تانية بعد ما خلاص معرفش يرجع لغادة تاني وقرر يجرب حظه مع ستة جديدة المفاجأة كمان ان غادة عادل ليبية مش مصرية وتولدت في بني غازي وعاشت وكبرت هناك لحد ما دخلت الجامعة ودرست في كلية التجارة وبتتكلم ليبي بشكل احترافي جدا وده لان والدها كان بيشتغل هناك سنين طويلة واضطرت تعيش مع أسرتها هناك وبعد وفات والدتها وهي صغيرة اضطر والدها انه يتجوز علشان يلاقي حد يراعي ولاده الصغيرين وعاشت غادة مع مرات الأب بفترة لحد ما جات مصر واستقرت هنا بداية غادة عادل للحقيقية كانت في الاعلانات قبل التمثيل وظهرت في كليب راجعين مع عمري دياب سنة 1995 وكمان ظهرت في تصوير اغنية تخسري مع هاني شاكر سنة 1997 وبعدها تعرفت على مجدي الهواري وبدأت تدخل مجال التمثيل وكان أول فيلم تعمله صعيدي في الجامعة الأمريكية سنة 1998 ومن هنا بدأت مشوارها الفني المفاجأة التانية بقى ان خالد غادة عادل تبقى الفنانة المعتزلة شمس البرودي وهي أخت والدتها لكن من أم تانية وعلى مدار سنين طويلة ما حدش كان يعرف صلة الأرابة اللي بتجمع غادة وشمس البرودي وما كانتش بتقول ده خالص لحد ما أعلنت في لقاء تلفزيوني ان خالدتها تبقى النجمة شمس لكنها ما بتحبش تتكلم عن الموضوع خاصة انها اعتزلت واب تحترم قصصيتها لكن العلاقة دي ما كانتش هي السبب في شهرة غادة عادل ولا انها دخلت التمثيل وقصت على حساب خالدها الفنانة شمس لكنها اجتهدت واشتغلت على نفسها سنين طويلة وقدمت عمال فنية كتيرة كان أخرها مسلسل حالة خاصة اللي بيتعرض مؤخرا وحقق نجاح كبير